موسيقى 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 اهلا بكم النهاردة هنقدم كود مهم اوي في مجال الاسي اندستري وهيفدنا جدا المشكلة اللي بنحاول نحلها هنا ان احنا نعمل جوين لكل العناصر في البلدنج بحيث ان العنصر اللي مشترك يعني مثلا لو عندي الكيس دي البيم اللي دخلة في البلطة دي هي بس اللي تعملها جوين مش البيم دي تعمل جوين في كل البلطات الموجودة لاني انا شخصيا اتعملت مع الموضوع ده وحاولت اعمله من فترة فنزلت بلوجين البلوجين دي كانت بتعمل جوين لكل البيم مع كل الفلورز يعني حتى لو هي مش متقطعة فيها كانت بتعمل لها جوين فاحنا طورنا سكريبت صغير بيعمل جوين لو بس العناصر كانت متقطعة مع بعض فالسكريبت ده بيبدأ ما بين من انك تختار two categories يعني بيبدأ هنا انك تختار الكاتيجري ده والكاتيجري ده فاي حاجة في اي elements من الكاتيجري دول هيتعمل لهم جوين لو بس كانوا متقطعين مع بعض متأكد معانا ان البلاطة دي هي un joined حاليا فانا لو جيت مسلا عملت دلوقتي تعمل لها join فالعلاقة دي اختفت عشان هنشغل الكود الكود انا هختار ببساطة ان انا عايز في اول كاتيجري اللي هي البيمز تاني كاتيجري اللي هي البلاطات وبعدين هشغل السكريبت بتاعي زي ما انتو شايفين دلوقتي ان كل البلاطات التعمل لها join في كل البيمز اللي متقطع معاها وعشان نتأكد برضو انا هجرب اعمل جوين بين البيم دي والبلاطة دي هلاقيها بتديني ان هو ينفع البيمز ازرق فينفع ان انا عمل لها join هنا ما ينفعش لانها joined اصلا فده دليل ان هي تعمل لها join في البلاطة اللي هي دخلة فيها فقط مش كل البلاطات اللي في وهي دي الطريقة الصح للجوين وهتلاقي الموديل كله بتاعنا اشتغل واتعمله join وطبعا انا ممكن اقعد اغير بعد كده اغير بقى اختار مثلا البلاطات مع واختار البلاطات مع اي حاجة متدخلة فيها وهي هتفضل يعمل العملية دي طول ما انا مشغل الكود صح طيب الكود بساطة يعني انا هدي خلفية برده وان الكود اشتغل ازاي فالكود بساطة هنا بيمسك بيبدأ يجيب كل من وبعدين دي بيحولها عشان يعرف اي متقاطعة مع اي بعد كده بيبدأ يشوف كل واحد متقاطع مع اي يعني مثلا فلور دي متقاطع مع elements 1 2 3 الفلور التانية متقاطع مع elements 1 2 3 بعد كده بيبدأ بيشيل الانترسكشن لو مثلا حاجة متقاطعة مع نفسها او في اي لخبطة هنا في في ال اي دي بيبدأ يشيلها من النوت دي في الاخر خالص بندخله بندخل الكود بتاع elements اللي من الكاتيجري الاولاني ومجموعة العناصر اللي من الكاتيجري التاني اللي مسلا ممكن العنصر دي بقى متقاطع مع اكثر من عنصر فبالتالي فبدخله عبارة عن two lists مع بعض فيها العنصر الاولاني والعنصر التاني بعد ما اتأكد ان هو متقاطع معاه مش مجرد ان انا برميله كل العناصر مع بعض الطريقة الاولانية اللي هي كانت معمولة في سواء بلوجين او اللي هي كانت بتعمل عناصر كلها مع بعض كان كنا بناخد elements كلها والعمرة مينها على join وال elements التانية العمرة مينها على join. الطريقة دي هيعمل join حتى لو مش intersect هديك warning في الرفت بس مش هيوقف الطريقة. اتمنى كود يبقى مفيد معاكو وعايز كود تجربوه لو في اي اضافة او اي حاجة انا معاكو شكرا ديكو